أحباب الأعزاء من قناة حبيب الرسول من كتاب المسموع نوعدنا اليوم مع شخصية جديدة من كتاب صور من حياة الصحابة تعريف الدكتور عبد الرحمن رفض البشر وشخصية اليوم بعنوان وسيده ابن الخضير تلك الملائكة كانت تستمع إليك يا وسيد محمد رسول الله قدم الفتى المنكي مصعب ابن عمير إلى يثرب في أول بعثة تبشرية عرفها تاريخ الإسلام فنزل على أسعد ابن زرورة أحد أشراف الخزرج واتخذ من داره مقاما لنفسه ومنطلقا لبث دعوة إلى الله والتبشير بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأخذ أبناء يثرب يقبلون على مجالس دعية الشاب مصعب ابن عمير إقبالا كبيرا وكان يغريهم به عذوبة حديثه ووضوح حجته وذقة شمائله ووضعت الإيمان الذي تشرق من وجهه القسيم الوسيم وكان يجذبهم إليه شيء آخر فوق ذلك كله هو هذا القرآن الذي كان يثل عليهم بين الفنية والفنية بعضا من آياته البينات بصوته الشجي الرخيم ونبراته الحلوة الآثرة فيستلين به القلوب القاسية ويستدر الدموع العاصية فلا ينفض المجلس من مجلسه من مجالسه إلا عن أناس أسلموا وانضموا إلى كتائب الإيمان وفي ذات يوم خرج أسعد بن زرارة بضيفه الداعية مصعب بن عمير ليلقى جماعة بني عبد الأشهل ويعرض عليه من إسلام فدخل بستانا من بساتين بني عبد الأشهل وجلس عند بئرها العذب العذبة في ظلال النخيل فاجتمع على مصعب جماعة قد أسلموا وآخرون يريدون أن يسمعوا فانطلق يدعو يبشر والناس وليه منصطون وبروعة حديثه مأخوذون فجاء من أخبر أسيد بن الخضير وسعد بن معاد وكان سيدي الأوس بأن الداعية المكي قد نزل قريبا من ديارهما وأن الذي جرأه على ذلك أسعد بن زرارة فقال سعد بن معاد لأسيد بن الخضير لا أبى لك يا أسيد انطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء إلى بيوتنا ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا وزجره وحذره من أن يطأ ديارانا بعد اليوم ثم أرضفى يقول ولولا أنه في ضيافة ابن خالتي أسعد بن زرارة وأنه يمشي في حمايته لك فيت كذلك أخذ أسيد حربته ومضى نحن المستان فلما رأاه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب ويحك يا مصعب هذا سيد قومه وأرجحهم أقلا وأكملهم كمالا أسيد بن الخضير فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير فأصدق الله فيه وأحسن التأتي له وقف أسيد بن الخضير على الجمع والتفت إلى مصعب وصاحبه وقال ما جاء بكم إلى ديارنا وأغرقما بضعفائنا اعتزل هذا الحي إن كانت لكم بنفسيكما حاجة فالتفت مصعب إلى أسيد بوجه المشرق بنور الإيمان وخاطبه بلهجته الصادقة الآسرة وقال له يا أسيد هل لك في خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال تجلس إلينا وتسمع منا فإن رضيت ما قلناه قبلتم وإن لم ترضه تحولنا عنكم ولم نعد إليكم قال أسيد لقد أنصف وركز رمحه في الأرض وجلس فأقبل عليه مصعب يذكر له حقيقة الإسلام ويقرأ عليه شيء من آيات القرآن فانبسطت أساريره وأشرك وجهه وقال ما أحسن هذا الذي تقول وما أجل ذلك الذي تتلو كيف تصنعون إذ أردتم الدخول في الإسلام؟ قال مصعب تغتسل واستحر ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فرصلي رقعتين فقام إلى البئ فتطهر بمائها وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عبده ورسوله وصلى رقعتين فانضم في ذلك اليوم إلى كتاب الإسلام فارس من فرسان العرب المرموكير وسيد من سادات الأوس المعدودين كان يلقبه خوبه بالكامل لرجحة عقله ونبالة أصله ولأنه ملك السيف والقلم إذ كان بالإضافة إلى فلوسيته ودقة رميه قارئا كاتبا في مجتمع ندر فيه من يقرأ ويكتب وقد كان إسلامهم سببا في إسلام سعد بن معيد وكان إسلامهما معا سببا في أن تسلم جموع غفيرة من الأوس وأن تصبح المدينة بعد ذلك مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموئلا وقاعدة لدولة الإسلام العظمى أولع سيد بن الخدير بالقرآن منذ سمعه من مصع بن عمير ولع المحب بحبيبه وأقبل عليه إخبال الضامع على المورد العذف اليوم القائد وجعل شغله الشاغل وجعله شغله الشاغل فكان لأرى إلا مجاهدا غازيا في سبيل الله أو عاكفا يتلو كتاب الله وكان رخيم الصوت مبينا نطق مشرق الأداء تطيب له قراءة القرآن أكثر ما تطيب إذا سكن الليل ونامت العيون وصبت النفوس وكان الصحابة الكرام يتحينون أوقات قراءته ويتسابقون إلى سماع تلاوته فيا سعد من يهتاح له أن يسمع القرآن منه ربا طريا كما أنزن على محمد صلى الله عليه وسلم وقد استعذب أهل السماء تلاوته كما استعذبها أهل الأرض ففي جوف ليلة من الليالي كان سيد بن الخضير جالسا في مربده وأبنه يحيى نائما إلى جانبه وفرسوه التي أعدها للجهاد في سبيل الله مرتبطة غير بعيدا عنه وكان الليل وادعا ساجيا وأديم السماء رائقا صافيا وعيون النجوم تورق الأرض الهاجعة بحنان وعطف فطاقت نفسه سيد بن الخضير لأن يعطر هذه الأجواء الندية بطيوب القرآن فانطلق يطلق بصوته الرخيم الحنون قوله تعالى ألف لا ميم ذلك الكتاب لا رأيك فيه غلا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفخون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون فإذا به يسمع فرصه وقد جالت جولة كادت أقطع بسببها رباطها فسكتا فسكنت الفرص وقرر فعاد يقرأ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فجالت الفرص جولة أشد جولة أشد من تلك وأقوى فسكتا فسكنت وقرر ذلك مرارا فكان إذا قرأ أجفلت الفرص وهاجت وإذا سكتا سكنت وقرت فخاف على ابنه يحيى أنططأه فمضى إليه ليقزه وهنا حانت منه التفاذ من السماء فرأى غمامة كالمظلة لم ترى العين أرعى ولا أبهى منها قط وقد علق بها أمثال المصابيح فملأت الآفاق ضياء وسناء وهي تصعد إلى الأعلى حتى غابت عن نظري فلما أصبح مضى إلى رسول الله عليه وسلم وقص عليه خبر ما رأى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسين ولو أنك مضيت في قراءتك لرآها الناس ولم تستطر منهم وكما أولع أسيد بن الخضير بكتاب الله فقد أولع برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كما حدث عن نفسه أصفى ما يكون صفاء وأشد ما يكون شرفية وإيمان حين يقرأ القرآن أو يسمعه وحين ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب أو يحدث وكان كثيرا ما يتمنى أن يمس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكب عليه لاثما مقبلا وقد أتيح له ذلك ذات مرة وبذات يوم كان أسيد يطرف لنا قوما بملحه فغمزه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خسرته بيديه كأنه يستحسن ما يقول فقال أسيد أوجعتني يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام اقتص مني يا أسيد فقال أسيد إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص حين غمستني فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه عن جسده فاحتضنه أسيد وجعل يقبل ما بين إبطه وخاصرته ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنها لبغية كنت أتمناها منذ عرفتك وقد بلغتها الآن وكان رسول صلى الله عليه وسلم يبادل أسيد حبا بحبه ويحفظ له سابقته في الإسلام وذوده عنه يوم أحد حتى أنه طعن سبع طعنات مميتات في ذلك اليوم وكان يعرف له قدره ومنزلته وكان يعرف له قدره ومنزلته في قوم فإذا شفع في أحد منهم شفعه فيه حدث أسيد قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكرت له أهل بيت من الأنصار فيهم محاويد وجل أهل ذلك البيت نسوة فقال عليه الصلاة والسلام لقد جئتنا يا أسيد بعد أن فقر ما بأيدينا فإذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لنا أهل ذلك البيت فجاءه بعد ذلك مال من خيبر فقسمه بين المسلمين فأعطى الأنصار وأجزل وأعطى أهل ذلك البيت وأجزل فقلت له جذاك الله عنهم يا نبي الله خيرا فقال وأنتم معشر الأنصار جذاكم الله أطلب الجزاء فإنكم ما علمت أعفة صبر وإنكم ستلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني أوعدكم الحوم قال أسيد فلما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطى ورد الله عنه قسم بين المسلمين مالا ومتاعا فبعث إلي بحلة فاستصغرتها فبين أنا في المسجد إذ مر بي شاب من قريش عليه حلة سابقة من تلك الحلل عليه حلة سابقة من تلك الحلل التي أرسلها إلي عمر وهو يجرها على الأرض جرا فذكرت لمن معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون أثرة من بعدي وقلت صدق رسول الله وانطلق رجل إلى عمر وأخبرهما قلت فجاءني مسرعا وأنا أصلي فقال صلي يا أسيد فلما قضيت صلاتي أقبل علي وقال ماذا قلت فأخبرته بما رأيته وبما قلت فقال عفا الله عنك تلك حلة بعثت بها إلى فلان هو من أنصاري عقبي بدري وحالي فشراها منه هذا الفتى القراشي ولبيثها أتظن أن هذا الذي أخبر به رسول صلى الله عليه وسلم يكون في زماني فقال أسيد والله يا أمير المؤمنين لخذ لنت أن ذلك لا يكون في زماني لم يعج أسيد بن الخضير بعد ذلك وقت طويلا فقد اختره الله إلى جواره في عهد عمر ربي الله عنه وعن عمر فوجد أن عليه دينا مقدره أربعة ألاف درهم فهم ورفته بيع أرض له لوفاء دينا فلما عرف عمر ذلك قال لا أترق بني أخي وسيد عالة على الناس ثم كلم الغرماء فرضوا بأن يشتروا منه ثمر الأرض أربع سنين كل سنة بألف ترجمة نانسي قنقر